الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين في برنامجكم لماذا تركت الوهبية وفي حلقة جديدة لكن في البداية أستهل كلامي بتذكيركم بوجوب النصح للمسلمين فعلى كل من تاب من الوهبية أن يرسل لنا قصته فإن لم ننشرها فعليه أن يذكرنا بها ربما أهملت بسبب كثرة الرسائل التي تأتي إلينا فنرجو لمن لم ننشر رسالته أن يذكرنا ولمن يعني لم يرسل رسالته بعد أن يبادر نصحا للمسلمين رسالة اليوم من أخ فاضل أرسلها باللغة الإنجليزية ولكن المساعدين لنا في فريق العمل جزاهم الله خيرا قاموا بترجمتها ونحن الآن نقرأها بإيجاز يقول أنا فلان من كشمير نشأت في باكستان كبرت وتأثرت بحركة ما يسمى أهل الحديث في شبه القارة الهندية وهم المذهب الوهابي نفسه لكنهم متطرفون جدا في رفض المذاهب الأربعة مذاهب الأئمة الأسقياء الأنقياء كنت أثني كثيرا على الدولة الوهابية وأصدقهم أنهم كانوا على المنهج الصحيح للإسلام كنت أحتقل الصوفية لأني أعتقد أنهم انغمسوا في الشرك والبدعة وبعد ذلك وفي وقت لاحق مع تقدمي في السن بدأت أكسب المزيد من المعرفة وكان لدي الكثير من الأصدقاء الوهابيين في وسائل التواصل الاجتماعي وقد أثروا علي بشدة وأنا كشخص عادي لم أكن أعرف الكثير عن العقيدة بعد دراسة العقيدة الوهابية وضحت لي الأمور وأنها تؤدي إلى التجسيم حتما هذه العقيدة التي يسمونها العقيدة الصحيحة هي عقيدة تجسيمية والعياذ بالله وأيضا قد اتهمت جيراننا بأنهم مشركون يؤمنون بالاستغاثة كنت أحتقر الأشعرية لأنني أصدق كل أكاذيب الوهابية عن الأشعرية ولكن لم أتوقف عن الدعاء أن يهديني الله سبحانه إلى الحق وسبحان الله الشيء الذي أنقذني من هذه الفتنة كان حجج الأشعرية وعقيدتهم فقد سهلت لي الأمور وفتحت أبصاري وبعدها صادقت بعض الإخوة من أهل السنة والجماعة الأشعرية وقد ساعدوني في بعض أشياء وهي الأشياء التي كان يشغب علي بها الوهابية فساعدني هؤلاء الشيوخ من أهل السنة والجماعة رضي الله حفظهم الله تعلمت منهم من هم أهل السنة وتبت من ضلالي ومن الوهابية والآن أحب التصوف وأريد أن أخذ طريقة الصوفية والله يهدي من يشاء سبحانه تعالى وتقدس أهل الحديث وما أدراك ما أهل الحديث في الهند تزامن ظهورهم مع الحركة الوهابية ولكن للأمانة دراستهم هناك وقراءتهم وتمكنهم في العلوم أكثر بكثير من الوهابية نعم فهم على ضلالهم وعلى جهلهم بأصول الدين وبالعقيدة وبعقيدة أهل السنة والجماعة لكنهم يقرؤون ويحفظون كثيرا فهم ليسوا كالوهابية في الجهل المطبق الوهابية في بلاد الجزيرة العربية وفي بلاد العرب الحقيقة يعني المتقدمون منهم البارزون منهم ليسوا علماء ومن كان عنده أثار من العلم هذا إما يكون درس في الأزهر أو درس في غيره وأثر عليه بالمال أو غيره أو ربما كان يجامل أما وهابي وهابية العرب والمتقدمون منهم بالدرجة الأولى مع الأسف الشديد رأيتم أمثلة رأيتم ابن باز وابن عثيمين ورأيتم كمية الأخطاء الشنيعة التي لا يقول بها طالب مبتدأ أحيانا ومع هذا يصفونهم بصفات الاجتهاد والإمامة والتقدم وهم لا يعلمون شيئا مما يعرفه صغار المقلدين من أهل السنة والجماعة طريقة الوهابية كما أسلفنا سابقا قائمة على أمرين تزيين ما لديهم ووصفه بأنه الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة وأن غيره الضلال وأنها الفرق الناجية وأن باقي الفرق كلها إلى النار هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية هي تشويه أهل السنة الحقيقيين طيب أنت تتبع الكتاب والسنة أين اتباعك لكتاب والسنة لست من أهل درايتها ولست من أهل روايتها ليس عندكم أسناد واحد للنبي عليه الصلاة والسلام بأسنادكم بأسانيد كلها حشوية وليس ولا تستطيعون فهم أي نص ديني من كتاب والسنة إلا بالرجوع إلى أئمة الأشعرية يعني استغربت قبل أيام واحد من الوهابيين اللطفاء يقول الغزال والرازي والباق اللاني وكذا هؤلاء أئمة الأصول وابن تيمية إمام العقيدة يا السلام لماذا؟ طيب كيف تثق بفهمهم للأصول وهو العلم الناظم لفهم الكلام؟ تثق بفهمهم للأصول ولا تثق بفهمهم لعقيدة الإسلام؟ يعني هذا أفترض أني أنا الطائفة الناجية وأخرج من عداي هذا تحكم اسمه هو الذي قرر عقيدة الصحابة والتابين غير صحيح غير صحيح كل الأئمة يقررون عقيدة الصحابة والتابعين كل ارجع القرطبي من أولي إلى آخري هل يهم الأقوال الصحابة والتابعين؟ ارجع للرازي رحمه الله هل ينقيهم الأقوال الصحابة والتابعين؟ ارجع لأبي السعود ما من آية اللي يقول لك عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة التابعون وصحابة فهذه المغالطة الكبيرة وذلك الخداع والغش يجعل الناس ينفرون من أهل سنون الجماعة الأشعرين أحد الفضلاء قبل ثلاثة أيام التقينا وقال اللي عندنا في الحي وناس يتكلمون يقول عبد القادر الحسين هذا رجل حاقل يعني كيف يكون أشعري؟ أشعري أشعري نعم الأشعري التي في عقدك أبرأ إلى الله منها ولكن الأشعرية التي هي طريق العلماء في فهم الكتاب والسنة والطريق المروي منذ ألف سنة عن نبي عليه الصلاة والسلام والعلوم بأيديهم والمدارس بأيديهم والعلماء منهم والأولياء والصالح منهم يعني أولياء الله الصالحون هؤلاء يكونوا على ضلال الذين أرشدوا الخلق إلى الحق سبحانه وعلموهم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام خرجوا من هذه الدنيا ولم يملكوا منها شيئا أبو إصحاق الإصفرائني خرج من الدنيا وليس في تركات قرش واحد ما كان في قروش أنا هذا فلس ما كان في فلس واحد خرج من الدنيا بلا شيء صلاح الدين الأيوبي خرج من الدنيا ومعه درهم وسيف وفرس وخيمة حينما كان يستمر هذا عدة المقاتل هذه تركة أظن دينار دينار ليس درهم دينار واحد دينار حتى ما دينار وسيف وفرس وعدة الراكم نور الدين الشهيد سلطان الأشعرية رضي الله عنه هذا الإمام الحنفي الماتريدي الولي الصالح يرتزق من صنعة الطواقي يصنع طواقي هكذا يعطيه لعجوز تبيعه ويأكل منها مات وليس عنده بيت هؤلاء ساسة الأشعرية وعلماء الأشعرية والصالحون من الأشعرية هؤلاء كلهم أهل ضلال كلهم عند الوهابي ولا يتردد في هذا لا يتردد لحظة واحدة طيب ناظروهم لا تستطيعون المناظر يا سلام قال لأنهم أهل بدع غريب والله غريب أمركم يا وفادي إذا ما أثنينا عن صلاحهم وعن تقواهم وعن دينهم وعن تقدمهم في العلوم قلتم نعم صحيح هذا 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 حق ولكن كذا لكنهم أخطأوا في العقيدة طيب ناظروهم في العقيدة قال لا لا السلف قالوا لنا لا تناظروا أهل البدع طي لماذا لا تكون أنتم أهل البدع أنتم تكون أهل البدع هذا التحكم تقول للصحابة والتابعين مهما ما في أحد مسلم يهيئون للصحابة والتابعين كتاب سنة مسلم يهيئون للكتاب والسنة خدعوكم والله العظيم خدعوكم يا من تتابعون من الوهاب يقسم بالله العظيم خدعوكم وجعلوكم تتبعون وهما اسم الكتاب والسنة وهم لا يقدمون إلا فهم ابن تيمية وابن عبدالوهاب للكتاب والسنة ويحاربون علماء السنة الحقيقيين كل هذه المسائلة التي فيها نزاع ليس عندنا رواية صحيحة واحدة عن الصحابة فيها وإلا انتهى الإشكال غاية ما في الأمر أفهم وليس أفهم ابن تيمية بأولا من أفهمنا ليس فهم الغزالي والرازي وأبو السعود والطبري قبل ذلك والما تريد والأشعري ليس أفهم ابن تيمية بأولا من أفهم هؤلاء القوم فهم يشويهون ويسيئون إلى مخالفهم بصورة منفرة حتى يكره الأشعرية فإذا كره الأشعرية صار الآن جاهزا لقبول كل ضلال حسبنا الله ونعم الوكيل نسأل الله لأخينا الثبات والنبات ونسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا أن يرسلوا الرسائل بكل اللغات وإذا يسر الله لنا من يترجمها كان بها لنا بفضل الله أصدقاء وأحباب من كل مكان فمن كان يعجز عن كتابتها باللغة العربية فليكتبها بلغته ولكن يقول لنا هذه اللغة الفلانية ولو بكلمتين يقول هذه اللغة الفلانية حتى نرسلها إلى شخص يقوم بترجمتها وأخذ عوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم